ننتظر من الشباب بقى شكل مختلف هو عايش في دولة زي ايه دكتور بقى؟ لا طبعاً مشاركة بشكل لا وجدية ومسئولية وهو شايف اللي بيحصل في غزة انتماء احساسك ان انت في دولة دولة مستقلة في القرار الوطني دولة قوية دولة نظامها السياسي ممكن نحلم مع بعض فيها تعدد فيها احتواء وطن واحد تقدر ترسيم مشاريع استراتيجية كل الكلام ده بيدي تأثير كبير جدا في التصور والتكوين النفسي والاجتماعي للشباب وعشان كده هما من حقنا نحلم ان احنا دلوقتي بالنسبة لنا ننافس في اي حاجة على المستوى العالمي احنا بالنسبة لنا عايزين كل المعدلات ننطلق فيها احنا عندنا تحديات احنا مش حالمين بس لما تحديات بالروح دي بالاجابية دي بحركة الشباب الحالم ده بالنظام السياسي ده بالقيادة السياسية دي بالمؤسسات دي يقول ان احنا بالنسبة لنا ان شاء الله يعني لا ان احنا انتظر من الشباب روح مختلفة طب دكتور يعني حالة الاستقرار اللي بنلمسها الآن في المرحلة الانتخابية وفي رأي حضرتك انعكسها بقى على استكمال ما تم انجازه خلال الفترة المقبلة وخاصة المشروعات يعني الكبيرة لمصر حققتها خلال الفترة الماضية هذه الحالة الى اي مدى ستؤثر ايجابا في استقرار الدولة وتطورها اقتصاديا وسياسيا احنا بقى كلنا بالنسبة لنا شوفنا ان احنا عندنا على الحقيقة عندنا مشروع دولة تنموية وطنية حقيقية واحنا كان عندنا قبل كده مشروع قبل سبعة وستين واحنا بالنسبة لنا كان ننطلق في جينا في سبعة وستين اسقطولنا هذا المشروع يعني اسقطولنا هذا المشروع احنا بقى دلوقتي احنا بالنسبة لنا بنقول لا ان هذا المشروع بالنسبة لنا ان احنا فيه يعني منتد وسيحلق هذا المشروع فإحنا بالنسبة لنا شايفين إحنا حطينا أصول لحاجات كتيرة جدا كان الرئيس دايما كان بيتكلم على الوعي إن الناس تفهم إن إحنا بالنسبة لنا عايزين نكون فاهمين اللي بيحصل نقول إيه ونقول إزاي فإحنا بقى إحنا كدولة أدينا الملايين اللي ننزلت دي هي جاية تقول إيه أنا أؤمن بمشروع الدولة الترنونية أنا أؤمن بالدولة المصرية كدولة مصرية القيادة اللي هتقود هي واثقة في نفسها واثقة في شعبها وهي عندها توجهات استراتيجية راح هتكملها فإحنا هنحس إن إحنا بالنسبة لنا الخطوات ستكون أسرع التعاون سيكون الثقة مواجهة التحديات مع بعض ده هيكون بشكل أكبر لأن إحنا أصبح لدينا ثقة في المشروع الوطني المصري وفيه ثقة في الدولة التنموية مسألة التطور التكنولوجي واستخدامه في يعني هذه المرحلة وفيه العملية الانتخابية الحقيقة إنما ينعكس يعني من خلال خطوات يعني سبقت بها مصر وده يمكن شاهدناه خلال السنوات الماضية في أزمات عدة زي أزمة كورونا لو لا أن مصر لديها بنية تحتية قوية في مسألة التكنولوجيا لما استطعنا أن إحنا نتجاوز هذه المرحلة هذه الفكرة وفكرة إنه مصر دايما يكون عندها خطوات بتسبق يعني فيه أمور عدة وعندها رؤية سياسية أيضا بعيدة تضحت جدا في الفترة الأخيرة من خلال الحراك والتحديات اللي شاهدتها مصر حولها ده الحقيقة بيعكس إنه الرؤية المصرية رؤية فريدة ومتفردة طبعا عندنا مشروع الدولة المصرية يعني بعتبره غير بسبوق من أيام محمد علي وهو متكامل الأجزاء على الحقيقة وبتنزل منه أجزاء كل شوية كل حاجة في مرحلتها بس أنا في تصوري إن الدولة المصرية لديها تصور كامل لنقلها من مرحلة لمراحل أخرى كثيرة وهي ماشى بسلم أهدف وأولويات واضح ومحدد وبيطلع بالتدريج وهو بيطلع بالتدريج المشروع المصري ده أنا شايفه وأنا شايف أنه بعد الانتخابيات إحنا حطينا بنية تحتية كثيرة جدا في كل الميادين سواء كان في الجزء التكنولوجي أو في الجزء الاقتصادي أو سواء كان في حياة كريمة أو حتى إحنا بالنسبة لنا فيما يتعلق حتى في قضية التسليع في قضية العلاقات الخارجية الاهتمام بالمرأة الاهتمام بالشباب في كل الميادين إحنا شايفين أن في الدولة المصرية وستنطلق أكثر في وجهة نظري بعد هذه الانتخابات أن حجم الحركة للأمام في الدولة التنموية المعاصرة الجديدة الجمهورية الجديدة هتظهر ملامحها وبقوة وتكون خطواتها كمان أنا أتصور هيها تكون خطوات كبيرة جدا في الجزء الاقتصادي أو في الجزء الاجتماعي صحيح